عمشوف انت راضي اكتر او انت مقتنع اكتر بيوضعك اكتر من هالشخص هالشخص من جوه غير راضي مش مبسوط طيب نشوف الطاقة المشتركة بينكم او حاليا يعني او شو ممكن يكون سبب الخلاف بينكم او احد من اسباب الخلاقات بينكم في طرف بينكم ممكن انت او ممكن الطرف الاخر حس بيرفض حس انه نرفض من الناحية العاطفية من الشخص الاخر ممكن هالشخص هو اللي بيحس بالرفض تجاهك لانه عمشوف انه فيه فيه كتب من هالمشاعر مش عم تحكوا لبعض بطبيعة مشاعركم او بحقيقة مشاعركم شو اللي بتحسوا لبعض عمشوف بينكم كتير باشن عالي وهيدا ممكن يكون او فيه بينكم شغف كتير عالي ممكن يكون او ولد الغيرة بينكم او ممكن هالشخص او انت لانه هاي الطاقة مشتركة عم او الوضع بينكم خلق نوع من الغيرة بالذات لانه الوضع بينكم عمشوف او عفوي او ما فيه له طريق او نمط او ستركتر معين تمشوا عليه فممكن يكون هالشخص انت وهو مش بعلاقة جدية فصعب عليك انه انت تعبر او هو يعبر ويحكي بطبيعة مشاعره او شو اللي بيحس فيه او بينكم او الطاقة المائية عمشوف ايضا انت وهو بتشوفوا بعض سولمات لانه عندك two of cups فانت وايضا عندك the lovers هون ففيه طرف منكم عم ينظر الى الطرف الاخر وكأنه سولمات وكأنه رفيق الدرب ايضا ممكن يكون سبب المشاكل او واحد من السبب المشاكل بينكم انه ما فيه جدية وما فيه التزام بالعلاقة ما فيه خط معين تمشوا عليه يعني انت وهو بعلاقة ولكن ما بتعرفوا شو نهاية العلاقة بينكم وشو رح يصير بالمستقبل وهيدا ممكن يكون اثر على احد من الاطراف انه ما فيه التزام جدي للعلاقة فالتقدم بينكم يعني فيه تقدم بينكم من الناحية العاطفية ولكن انت مش عارف نهاية العلاقة او نهاية التواصل شو رح يكون بالنسبة لخطوتك القادمة في المستقبل عم شوف انت بالمستقبل فيه اشي عم تحس انك مربوط فيه ممكن انت البعض منكم ممكن يكون ترك الشخص وعم تحس انك لانه انترابمنت هال هالمرة هالكرت ما يعادل او ما يوازي ناينوف سويد يعني انت عم تحس بسجن شوي عقلي او عم تفكر كتير وتعيد وتزيد بامور قبل ماضي عم تحس انك مربوط فيها ولكن عم شوفك مركز اكتر على التشافي او كيف تتشافه الحلو به هاد انه الكرت طلع عندك هون مقلوب ثري اوف سويدز عادة بيرمز الى جرح بالقلب او جرح بالعواطف او جرح بالمشاعر ولكن مع انه الدكة عندي ما فيه كروت مقلوبة الا انه الكرت اجاك مقلوب وبس يجي مقلوب خاصة هالكرت اللي هو ثري اوف سويدز بيرمز على انك طالع من جرح معين او طالع من حالة حزن معينة او رح تطلع اذا انت البعض منكم اذا قراءة عكسية وانت هالطاقة اللي هون البعض منكم الوضع تطلب منك كتير من القوة لحتى تطلع منه او لحتى تتقبل الامر طبيعة العلاقة بينكم الى انه عم شوفك طالع من فترة حسيت فيها انك مظلوم من اساسات خربت بالعلاقة او من علاقة فاشلة مع شخص او كونكشن او تواصل ما زبط مع شخص ايضا ممكن يكون في عندك بالمستقبل او رح تجيك العديد من العروض عروض عاطفية من عدة اشخاص ولكن بدك تنظر الى الامور بطريقة حيادية او بطريقة محايدة لانه في كتير من العروض اللي رح تجيك نواياها مش رح تكون صادقة وعم شوف انت مركز اكتر يعني انه انت بدك عدل بالموضوع بالمستقبل بخطواتك المستقبلية عم تبحث الى نوع من العدل فاغلب العروض هاي عم شوف انه مش رح تستهويك او مش رح تعجبك بالنسبة لطاقة الحبيب بالمستقبل او خطواتك بالمستقبل سادنس عم شوف هالشخص الطاقة عنده اللي هون او هالطرف الطاقة اللي عنده هون رح تستمر لفترة كمان لقدام شهر او اسبوعين او شهرين حتى بيختلف من شخص الاخر ولكن ما عم شوف تغيرات بالطاقة من يعني بين طاقته الحالي وطاقته المستقبلية تقريبا الكروت مشابهة الكرت اللي هون والكرت اللي هون مشابهين لبعض لسه هالشخص عم يحس في حزن عم يحس انه مجروح الطرف اللي عندي هون عم يحس انه مجروح كتير ايضا بده عم شوف انه هالشخص بخطواته المستقبلية بده بدايات جديدة من ناحية العاطفية لانه عنده اس of cups يعني هو بده بدايات جديدة بالعاطفة بده يشتغل ويحط مجهود ايضا سواء كان بعلاقة او بداية اشي جديد معين الى انه مش رح يعبر عن هالاشي يعني هالشخص عم يشوف صعب انه يجي يحكي معك او يعبر للك عن طبيعة مشاعره بالذات اذا انت محوط باشخاص اخرى او في عندك حوالينك اشخاص اخرى هو ماخد موقف دفاعي يعني باني صور حول نفسه هالشخص وعم حسه انه بالعقل الباطني او بطبيعة افكاره من جوه مشوش عاطفيا عم يحس بصراع جوه حاله لانه بيكن المشاعر للك ولكن بنفس الوقت بيحس انه بموقف مش عم يسمح له انه يعبر ان شوه بيحس تجاهك ممكن يكون هالشخص اكس على فكرة او حبيب قديم لانه عم شوف انه انت في عندك عروض هون وفي عندك ايضا رضا نفسي فممكن انت عم تتعامل مع شخص جديد هون وهيدا اكس قديم عم شوف انه هو في داخل نفسه في عنده صراع كتير داخلي مش عم يسمحه يعني عم يتصارع مع حاله هالشخص الوضع مش عم يسمح له انه يعبر فعم يكون كتير دفاعي بده بداية جديدة معك بس عم شوف انه غير قادر انه يحكي لك هالاشي خايف من الرفض ايضا لانه عندك هون ريجيكشن فعالشخص خايف انه بس يعبر او اذا اجا حكى معك خايف من انه ينرفض او انت ترفض ارض الحب تبعو لانه بتشوف انه غير كافي وما بيفيدك بالنسبة للطاقة المشتركة بينكم او بالمستقبل طاقتكم المشتركة في طرف منكم رح ينحط تنتيشن هالكرت ففي طرف منكم رح ينحط بموقف بتوقع هالشخص اللي هون ممكن تكون انت رح ينحط بموقف يكون معرض فيه الى كتير من الاغراءات لانه تنتيشن عندكم تنتيشن ترمز الى اغراءات الحياة الدنيا فممكن يعني يكون حواليك عروض كتيرة تطلب منك القوة لحتى تعرف تصفي او تفلتر الاشي اللي اللي بتفيدك والاشي اللي مش رح تفيدك لانه من اغلب العروض اللي رح تجيك ممكن تسعين بالمية منها او اغلبها تكون اشي مش رح تفيدك او اغلبها تكون نواياها غير صادقة تجاهك فعم شوف انه انتو رح تنحطوا بموقف او للبعض منكم اللي انتو بيع علاقة مع بعض حالياً ولكن الامور مش عم تمشي متل ما انت بدك ياها رح تنحطوا بيجوز فيه ناس ايضاً بدها تخرب بينكم لانه تنتيشن فممكن فيه اطراف خارج العلاقة رح تحاول انها تخرب التواصل بينكم تخرب الكونيكشن بينكم لانه عم شوف اطراف اخرى كتير بالعلاقة عم شوف انفيدليتي او عم شوف خيانة او عم شوف يعني اشخاص عم تحاول تخرب او عم تحاول عم تحاول تخرب اللي بينكم بالفعل بالفعل البعض منكم اللي بيع علاقة حالياً بدك تنتبه من الاشخاص اللي انت محوط فيهم لانه ممكن اغلب الاشخاص اللي انت محوط فيهم ما بتكون تحب مصلحتك او اللي حبيبك محوط فيهم يعني انتبه من دائرة الاشخاص اللي انت محوط فيهم ايضاً البعض منكم طاقتكم في المستقبل في عندك نايت اوف وانس في عندك نايت اوف كنتقل سفي في بدك متركز على الامور اللي راحت لانه عم شوف لسه في شخص في شخص هون مكتئب في طرف عنده اكتئاب في شخص عم يحس بتوقع هو هالطرف لانه اغلب اغلب الكوت يعني بتشابه لها الكرت ففي طرف كتير لسه مركز مركز على الماضي وخسارة صارت بالماضي افهمت علي؟ ممكن تكون ايضاً خسارة بينكم مادية صارت او خسارة بنوع من ال بالعلاقة بمعنى انه عم تحس انه في فرصة بينك وبين هالشخص ضعت ولكن البعض منكم لانه عندك ففي تحرك بينك وبين هالشخص في طرف رح يتقرب الى شخص الاخر او ايضاً رح يكون في عندك عرض حب من هالشخص ومن ثم تحرك ها ايضاً كنت تحرك تحرك